قامت مصالح الشرطة الوطنية الإسبانية بتوقيف أربعة مهاجرين مغاربة بمقاطعة أليكنتي وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في إرغام شابة على الزواج مقابل حصولهم على مبلغ مالي وأوردت تقارير إعلامية إسبانية أن الموقوفين الأربعة أجبروا المعنية بالأمر على الزواج من ابن عمها الذي يكبرها بثمانية عشر عاما وحسب ما نقلته نفس المصادر فإن المشتبه فيهم المغاربة أجبروا الضحية على الزواج مقابل حصولهم على مبلغ مالي يقدر بألف أورو ومن ضمن الأشخاص الموقوفين والداء الضحية التي لا يتجاوز سنها 22 عاما مشيرة إلى أنها كانت تعامل بطريقة سيئة من طرف والديها سواء على المستوى النفسي أو الجسدي وتابعت المصادر أنه تم الشروع في التحقيق في هذه القضية عقب تلقي مصالح الأمن لشكاوى تفيد بتعرض الفتاة لسوء المعاملة من طرف أبويها ووفقا لشكاية الشابة فإن والديها اتفقا مع عمتها من أجل أن يتم تزويجها بابن عمها الذي يكبرها بثمانية عشر عاما مقابل المبلغ المالي المذكور وكان قد جرى تحديد موعد مع القنصلية المغربية في فالينسيا في دجنبر المنصرم ترجمة نانسي قنقر